لعام ونيف وعامرية الفلوجة على هذا الحال كر وفر وتبادل للقصف بين القوات الأمنية العراقية التي تسيطر على العامرية مدعومة بالعشائر وبين تنظيم الدولة الذي ما زال يحاول تحقيق أي مكسب بدخوله المدينة الجيش العراقي صد أكثر من هجوم للتنظيم على المدينة لكن أمل الاستمرار في تحسينها بدأ في حاجة متزايدة لوجود تعزيزات من الأمن العراقي ومزيد من السلاح والدعم اللوجيسي مثل ما تلاحظون داعش ما يبعد لنا على 500 متر ويحشت غواته ومدرعاته صار لفل العشر تيام ولكن ما تصدي الأبناء على الشائر ويهاجم ناحية العامرية اليوم الثالث على التوالي بالهوانات والراجمات والصواريخ من يحشل الهجوم ماله يبدأ بقصف المدنيين وقصف المهجرين اللي بالمجمع السكن وبالناحية وبالعناقير كله تجايق صفحة وجاي يمطون ضحايا وكلهم مدنيين عزل لا أكثر ولا أقل ونحن نطلب التعزيز من الحكومة نطلب تعزيز السلاح ونطلب التعزيز الكافي شدة المعارك في عموم الأنبار والرمادي تنعكس نزوحا على أطراف المدينة حيث لحظ نزوح جماعي للأهالي من الرمادي بعد سيطرة تنظيم المتطرف على منطقة البوغانم شمال شرق المدينة وقتله لبعض قادة العشائر وتمكنه من الاستيلاء على عدد من القرى هناك في بداية اليوم الأول من عام الماضي أنما سقطت من الفلوجة قامت القوات الأمنية والعشائر بقامة سواتر ترابية على محيط عاملات الفلوجة لكي لا يستطيع داعش الوصل لها ورغم ذلك حاول لكنه فشل بفضل الله لا زالت هذه السواتر مملوة بالرجال وسيفترونها بعد قليل مملوة بالرجال المقاتلين لشداء ومرابطوا ليلة منهارا لصد هجمات تنظيم داعش وفي ظل سيطرة تنظيم الدولة على أجزاء من مصفات بيجي كبرى مسافي النفط في العراق ضمن ما يحدث من كر وفر يتهم شيوخ عشائر الأنبار وزيري الدفاع والداخلية بالتقاعس عن إرسال أسلحة وتعزيزات إلى المحافظة لمواجهة توسع التنظيم في المنطقة في الوقت ذاته يلمح الجيش العراقي بقرب انطلاق عملية يقول إنها ستنهي وجود تنظيم الدولة في المنطقة